السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله رح ناخد درس جديد يتعلق بفونيكس الصوتيات طيب قبل ما ناخد الدرس ياريت تنضمون لقناة اللي هو التليجرام الخاصة بالصف السادس رح تلقون الرابط تحت في صندوق الوصف ادخلوا مع القناة ويعطيكم العافية طيب اليوم رح ناخد حرف الار مع الحروف المتحركة كيف أنطقوا لما يجي مع الحروف المتحركة الحروف المتحركة اللي هي الـ A والـ O والـ E طيب أسميهم حروف المتحركة أو حروف العلة طيب حرف الـ A لما يجي مع الـ R أنطقوا A-R-R-R أمت وبعدين أنطق الـ R-R مثل Car سيارة طيب أما الـ O لما يجي مع الـ R فهنا أنطقوا نطقين لو نطقين أما أنطقوا R أو أنطقوا O-R إذن الـ O-R لو كم نطق؟ نطقين لو صوتين O-R مثل كلمة فورك فورك طيب فورك فورك أضم الـ O بعدين أقول صوت الراء فورك طيب أما إذا جاء مع الـ E وبعده كان حرف الـ R حنطقوا هنا R أكسرها R-R مثل teacher بمعنى مدرس أو معلم طيب عند الآن هذه الكلمات لازم أضيف المقطع المناسب إما A-R أو O-R أو O-R إي-R هنا ليش نكرر لي O-R لأنه زي ما قلنا O-R ليها نطقين إما أني أنطقها O-R أو أنطقها R أكسرها R طيب راح نحط في الفراغات الحرف أو المقطع المناسب من هذه الأربع مقاطع He's playing with a toy car He's playing with a toy car طيب car إيش راح أحط ك-R طبعا مكتوبة قدامكم هنا راح أضيف ال-A-R هو يلعب بسيارة هو يلعب بلعبات سيارة طيب ننتقل لي الفراغ الثاني two there is a horse on the farm there is a horse on the farm طيب هناك حصام في المزرعة farm إيش راح أضيف أي مقطع انتبه على النطق وانت قولي لي أي مقطع راح أضيف the arm راح أضيف A-R خلاص إذن A-R لأنه أنا مديت طيب قدت farm بمعنى مزرعة إذن farm معناتها مزرعة حضيف ال-A وال-R ممتاز طيب three he is a doctor he is a doctor doctor تنتهي ب-O-R رقلنا ال-O-R لما ممكن له صوتين ممكن أنطقوا R أو OR لما يجي نهاية الكلمة أنطقوا R زي كلمة doctor R doctor كمان عندي كلمة judy has three brothers brothers judy لديها ثلاث أخوان طيب إيش راح أحط أي مقطع brother er z brother er z أي مقطع راح أحط er لأنه انطقتها زي الكسرة er brothers ممتاز brothers بمعنى أخوان طيب ننتقل لي five do you have a sister er do you have a sister هل لديك أخت طيب sister اش راح أحط er a-r o-r طبعا er zay brother e r بمعنى sister 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 طيب ننتقل الآن ل six they like to play in the park park اش راح أضيف park 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 طبعا شوي عنده صعوبة في الكتابة باستخدام القلم ولكن انتم خلاص اعرفهم هنا انه حطيت er وهنا حطيت er خلاص طيب they like to play in the park يعني هم يحبون اللعب في الحديقة park بمعنى حديقة seven he is eaten with a fork fork مكتوبة هنا اش راح أحط o or 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 fork 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 اذا he is eaten with a fork هو يأكل باستخدام او الشوكة fork طيب ننتقل لآخر فراغ it is a dark dark at night has three brothers do you have a sister they like to play in the park he is eaten with a fork it is dark at night طيب ممتاز ان شاء الله رب تكونوا فهمتم نطق الحروف المتحركة مع حرف الار قلنا اذا جاء اي مع ار حنطق ار مثل اذا جاء او مع ار اما حنطق ار او انطق ار فاقول مثلا فورك طيب الار انطقها ار مثل كمان الار والار اذا جاء نهاية الكلمة انطقهم ار اذا جاء نهاية الكلمة خلاص زيك عندي كلمة داكتا ار داكتر بمعنى طبيب طيب ممتاز ننتقل الان للصفحة اللي بعد هذه الصفحة ونفهم كمان ايش المطلوب فيها طيب لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكمان تفعيل زر الاشعارات عشان يجيكم عشان توصلكم الدروس اللي بعد هذا الدرس وتفهمونها كمان طيب نشوف اللي انا هنا challenge time وقت التحدي طيب هاو ديو سبل تيتر يعني كيف يتم تهجئات كلمة تيتر طبعا هنا الطالبات قالا تي اي اي سي اي 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 ار طيب هاو ديو سبل فورك حنقول الاحرف اللي كونت فورك اللي كونت كلمة فورك ايش هي الاف والا والار والك فورك خلاص اذن هاو ديو سبل يعني كيف تتهجين الكلمة قوليلي احرف الكلمة الكلمة ايش الاحرف اللي تكونت منها خلاص طيب عندي هنا كلمة تيتر السي ايش انطقها ته تي شا ار تيتر طيب اخذي هذا القاعدة انه السي واله لما يجن مع بعض انطقهم ته ته مثل كلمة تيتر اما الاس مع اله انطقهم شا طيب زي كلمة مثلا شيب خروف اذا هنا انطق ايش ته هنا شا ته شا مثل عندي تيتر تيتر بمعنى مدرس ام معنى طيب نهاية الدرس لازم تكونين حقيقتي هذو الهدفين اي كان انا استطيع read and write words with a-r car e-r teacher and o-r fork كيف تحفظين هذه الكلمات املاء غيب car teacher و fork احفظوهم غيب عشان تستفيدون استفادة قصوة من الدرس write and spell words with a-r e-r and o-r by myself طبعا هنا يقصد انه تتهجين الكلمات وتعرفين ايش الحروف اللي تكونت منها الكلمة وتقدرين تكتبينها غيب حاولي تحفظين قد ما تقدرين املاء كلمات غيب عشان لما تجين تكتبين بالانجليزي يكون عندك حصيلة طيب ياريت نهاية الفيديو ترسلون هذا الفيديو الى زملائكم في الفصل عشان كمان يفهمون الدرس وتعلمون كيف ينطقون حرف ال-r مع الحروف المتحركة كمان لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات يغطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا